الأسهد والإعلام لكوادر الحركة الوطنية للإنقاس جهودا كبيرة في إنجاح مناسبة تدشين مطار المشير إدريس ديبيتنو الدولي بأمجرس بدءا بالاستقبال الكبير الذي خصصه أعضاء الوفد لرئيس الفترة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو وكذا وفد المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاس الذي يقوده الأمين العام النائب الرابع لحزب الحركة الوطنية للإنقاس أحمد تيرو إيسا وعليه جاء هذا اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة بالأمين العام النائب الرابع لحزب الحركة الوطنية للإنقاس وكذا أعضاء المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية عن ولاية إدريس شرق بقيادة أميرة ديبيتنو رئيسة بعثة الحركة الوطنية للإنقاس بإدريس شرق وخلال هذا اللقاء قدم مؤسس اللجنة حامد جيم نو جمعا حصلت عمل اللجنة بلاصمة أنجمين وجمع الولايات الجنوبية فضلا المساحمة أعضاء البئسة بجانب اللجنة المنظمة في تدشين مطار المشير إدريس ديبيت نو بأمجرس وشاكر المكتب السياسي الوطني بقيادة الأمين العام لهزب الحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور حارون كبادي لوقوفه بجانب اللجنة لتوصيل أهداف الحزب لجميع المواطنين وتدخل بعده مختلف أعضاء بئسة المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ بعبارات تأييد وثنى للجنة الدراسات والإعلام لكوادر الحركة الوطنية للإنقاذ ورسالة التوعية التي تقوم بها اللجنة هذا واقب هذا اللقاء توجه أعضاء اللجنة إلى مقر إقامة أعضاب من أساس رفق المشير الرحل بقيادة دوسة ديبيت نو الذي رحب بمبادرة الوفد وخلال تواجده بمدينة أمجرس حضرت ولاية إندي شرق ورفقة الأمين العام النائب الرابع لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ وكزا الأمين الولائي للحزب بإندي شرق توجه وفد لجنة الدراسات والإعلام لكوادر الحركة الوطنية للإنقاذ إلى مقر إقامة سلطان دارزغاوة طهر عبد الرحمن حقر الذي أشهد بجهود وفد لجنة الدراسات هناك كل من يرى جولة البقنات السورة يدود لكل كشفنا لم يجد هنا أننا فرعين جدا جدا هذا وتجر الإشارة إلى أن وفد لجنة الدراسات والإعلام لكوادر الحركة الوطنية للإنقاذ سيقيد سلسلة من اللقاءات لتوصيل رسالات الحزب